طبعا النهاردة يعني كان فيه تصريحات بعد نهاية المباراة مع النادي الإسماعيلي ولعل طبعا فريرة لانا بقول لكم ان الراجل ده لما نيجي نسمع كلامه بنقعد كده ونسمع راجل مدير فني بيتكلم ازاي على نادي الزمالك لعله عنده بعض التصريحات قالك الزمالك حق الفوز ولعب بجماعية وقال ان الاسماعيلي فريق جيد جدا ومن افضل فرق في مسابقة الدورة اللي شهادها في الفترة الاخيرة وقال فريرة ان الزمالك عنده اربع مباريات هيخوضها في الدورة خلال 13 يوم وقال ان الفريق لا يعاني من اصابات وهذا امر جيد وسيخوض مبارياته المقبلة من اجل الفوز واعرب عن حزنه فريرة اعرب عن حزنه لعدم وجود الجماهير في مباراة اليوم امام النادي الإسماعيلي في كاس مصر وبيقول انه لا يعلم السر وراء عدم السماح للجماهير بحضور مباريات الكاس خاصة وان وجود الجمهور يكون حافزا لللاعبين موضحا انه يهدي الفوز للجمهور ويتمنى تواجدهم في لقاء فاركو المقبل بالدور لا ما تلاقش يا مصر فريرة دي بالذات ما تلاقش منها مطش فاركو حضور جماهيري خلاص التذاكر نفدت اول ما نزلت نفدت عن بكرة ابيها جمهور نادي الزمالك هيبقى متواجد وسيسحف الى استاد اسكندرية يوم الجمعة اللي جاية ونتفرج على المشهد اللي احنا شفناه في المحلة في رحلة المحلة وفي رحلة الجونة وفي رحلة اسكندرية اللي هنشوف في يوم الجمعة اللي جاية فما تقلقش جمهور نادي الزمالك موجود دائما في الموعد قال برضو ان حالة الارهاق التي يعاني منها اللاعبون هي السبب في الاداء خلال مباراة اليوم قال ان في ارهاق اللاعبة برضو على فكرة يا جماعة دا ارهاق بدني وزهني ونفسي وكل حاجة اللاعبة تعبت موسم طويل ولعبة دولية للي كانوا بتكلموا على الاجهاد ومش الاجهاد يعني هو الاجهاد في حتة ومش في حتة تانية ما هو الاجهاد في كل حاجة يعني عند كل لعبة دولية بص على الونش دا لعب كان مطش السنة دي بص على زيزي وده لعب كان مطش السنة دي بص على امام عشور ده لعب كان مطش السنة دي والسانة الفات ونفس الكلام زيزي ونفس كلام الونش ونفس الكلام اكتر من لعيب في نادي الزمالك هتلاقي مطشات كتيرة جدا ولعله ممكن من اكتر اللعيبة اللي لعبت مباريات متلحمة وتلحم مواسم فده كله يا جماعة ده بياخد من اللعيب غصبا عنه شهر 8 والدنيا حر ومطش لازم تاخده كاس والاسماعيلي فرقة كبيرة وبعد كده بص على الجمعة سفرية اسكندرية مطش كبير وظروف كلها بتخلي لعيبة عندها فعلا اجهاد وارهاق زي ما فريرة قال ولما فريرة يقول انا واحد اسمعه يعني لازم اسمع كلامه وانهم ما بيبررش ومش مدربين اللي بيبيعوا كلام للجماهير ولا هو بيقول اي كلام ولا هو يطلع نفسه مش غلطة لا لو في حاجة بيقولها ولازم نسمع كل جملة بيقولها بتركيز وقال ان الوينش غاب عن لقاء الاسماعيلي بسبب معاناته من اجهاد عضلي وحالة ارهاق في ظل ضغط المباراة طبعا باين جدا ان الوينش الراجل والوينش ده يعني يتعمله برامج وحلقات بالمناسبة لان انا عايزك تتفرج وتفتكر معايا عزيز المشاهد الوينش كان عامل ازاي في مطش القالوز ده مالك في ناقي كاس مصر احنا دايما منبص على المهاجم بنبص على الحريفي اللي في وسط الملعب اللي بيشوت اللي بيجيب جول انما ساعات كتيرة جدا بننسى الادوار اللي بتتلعب في الدفاع ساعات او من حارس المرمة فزي ما انا بديت حق عواد قبل كده في كتير من المباراة والسنة اللي فاتت لان في ناس بتفتكر اجوال مهمة السنة اللي فاتت زي جول عبد الشاي في مطش الاتحاد او جول سيف الجزيرة في مطش الاسماعيلي او امام عشور في مطش الاسماعيلي او جول مروان حمدي مثلا في مطش ودي دجلة او ايا كان انما انا ما بقدرش انسى انا كاحمد جمال مطش المصري والزمالك في استاد اسكندرية لما عواد اعتقد سادة ضربتين جزاء تخيل عزيز المشاهد الزمالكاوي اللي بتشجع نادي الزمالك لو كان النادي المصري استطاع ان هو يحرص ضربتين الجزاء دول كان ايه الوضع كان الزمالك فقد الدور السنة اللي فاتت طب مين اللي صدهم عواد ففي حاجات وفي لقطات وفي محطات مهمة ما ننسهاش لللعيبة اللي صبرت وما خرجتش من ابواب ديقة او ما حسيتش انها اعلى من الفل او انها لازم تلعب اساسي لا صبر ونال وما كانش اساسي بالمناسبة وصد ضربتين جزاء في اليوم ده الوينش جاي من بطولة وتصفيات كس العالم وبطولة افريقيا رجليه عنده مشكلة يعني اجهاد وغضروف وعملية لا بتاعه كان الدكتور محمد اسامة معاه والموضوع صعب والفريق يعني يا دوبك انت الوينش محمود علاء كان مصاب فكل الحمل كان عليه كل الحمل على الوينش في قيادة الخط تدفع نادي الزمالك اتفرج على الوينش وعظمته في اخر 10-11 مباراة من يوم مطش الاهلي والزمالك 2-2 شاي الخط تدفع الزمالك كان زمان فيه لعيبة لحد قريب ايام حتى الكابتن حسن شحاته الفلان الفلاني انت النهاردة بتتكلم على ان القوامل رئيس المنتخب مصر فيه لعيبة نصها نادي الزمالك واكتر منها في نادي الزمالك الفريق المحترم اللي اتعمل الوينش النهاردة لازم احنا كلنا لما حتى هو غايب اه غايب لان الرجل عنده اجهاد وتعبان بس هو شال خط تدفع نادي الزمالك في وقت مهم جدا فلو انا اتكلمت على كل لعب عمل ايه فكل لعب ليه قصة السنادي مع نادي الزمالك